يعد البلاستيك من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه الدول في كيفية التخلص منه كما يعد من النفايات ذات الآجال الطويلة في عملية التحلل وعليه دشنت أمانة العاصمة ولأول مرة في البحرين مجموعة من الأجهزة الذكية الخاصة بجمع المخلفات البلاستيكية بهدف زيادة مستوى وعي المجتمع بالتدوير وأهميته كسلوك حضاري نوى نموذجي لتخلص من المخلفات دشنت أمانة العاصمة ولأول مرة في البحرين مجموعة من الأجهزة الذكية الخاصة بجمع المخلفات البلاستيكية بهدف زيادة مستوى وعي المجتمع بالتدوير وأهميته كسلوك حضاري ونموذجي للتخلص من المخلفات مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد بن أحمد آل خليفة أكد استمرار الأمانة في تطوير أساليبها التوعوية وأشار إلى أنه لأول مرة في البحرين تستخدم هذه الأجهزة الذكية على هذا النطاق الواسع في المملكة أمانة العاصمة بدأت بوضع عدد من الأجهزة في مقراتها على أن توزع كميات أخرى على مختلف الوزارات والمؤسسات الخاصة بالإضافة إلى مواقع أخرى في العاصمة قريبا نحن كمجلس طبعا نشجع على هذه المبادرة هذه من ضمن الفعاليات التي تشارك في التوعية من ضمن برنامج بادر صحح وهذا التدوير يخدم الجميع عند كان المواطنة والمقيم ويستفيد منها أيضا الجميع عند كانت الحكومة أو الشركات فنحن نرحب بهذه المبادرة وهذه الآلات ونتمنى مزيد من هذه المبادرات التي تخدم في التدوير وحماية البيئة من جانبها أكدت مديرة إدارة الخدمات الفنية المهندسة شوقية حميدان على أن الأمانة تعمل على تطوير مستوى خدمات النظافة باستخدام أفضل الأساليب التوعوية والعملية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين الذين يتخلصون من المخلفات والنفايات بالشكل الخاطئ الذي يضر بالبيئة بادرت أمانة العاصمة وضم خطتها الاستراتيجية للتوعية بالخدمات البلدية ونظافة مناطق أمانة العاصمة بحملة بادر صحح ودشنت في أولى خطواتها محورة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر